مراحل إدارة الأزمة يسمى بمرحلة التعلم والدروس المستفادة أول مرحلة الخطوات هاي الموجودة ضمن المراحل الموجودة متى يتم التعامل مع الأزمة بالإدارة بشكل صحيح نصل إلى مرحلة أو حالة من تعافي المؤسسة واستعادة نشاطها والفائدة من التجربة التي مرت من الاستعداد لأزمات مستقبلية وهذا يعتمد بالدرجة الأولى زي ما حكينا في بداية المحاضرة في الجزء الأول من المحاضرة في البصل الخامس تعتمد على مهارات القداء القيادة والإدارة المؤسسة في تعاملها مع وجود الأزمة ومقومات حدوثها وإمكانية وجود بعض الإشارات والإرهاصات وعوامل الإنذار المبكر في المرحلة الأولى مرحلة تكتشاف إشارات الإنذار المبكر أو ما يسمى بالسيجنال يعني بالعادة لما نسمع أنه في حرب كتير اليوم في عندنا ناس بتحلل اقتصاديين وسياسيين على مستوى العالم نقول بعد الخروج من أزمة كورونا العالم يعني ينتظر حرب عالمية ثالثة تكون بالدرجة الأولى يعني أهدافها اقتصادية ونفوذ على مستوى العالم ما بين أمريكا وما بين الصين هذا كان يعني هاي التقديرات اللي بنحكي فيها بنحكي عنها مراحل إنذار مبكر هذه صارت بناء على قراءات لتحليلات لخطابات لعلاقات مشحوبة بالحذر ما بين اللي هي القواء العظمية إذن احنا بنحكي على مراحل مبكرة يعني مثلا الكتابة على الجدران منشورات معينة الوسائل التواصل الاجتماعي التعبير عن الغضب لدى الموظفين والعامليين والأشخاص والمواطنين هاي تعتمر من مراحل اللي هو بنسميها الإنذار المبكر أو الإرهاصات أو الإشارات وعادة هاي بتكون يعني ما قبل حدوث الأزمة بفترة من الزمن إذا ما فيش اهتمام في التعامل مع هاي الإشارات والإنذارات وارد إنه تحدث الأزمة وارد إنه يعني تكون مراحلها سريعة حتى تتسع وتصل إلى درجة النضوج بالعادة في مرحلة اللي هي إكتشاف الإنذار المبكر العلماء إدارات الأزمة يعني صنفوا صنفوا المؤسسات اللي هي تصنيفين تصنيف يسموه كرايسز برون وكرايسز بريبيرد كرايسز برون إنه هي كرايسز معنتها أزمة وبرون يعني معرب إلى فهي بسموها كرايسز برون يعني المؤسسات أو المنظمات التي إمكانية وجود الأزمة وارد يعني مستهدفة بالأزمات يعني معربة إلى الأزمات وهاي طبعا بتكون وارد جدا أنه تصير الأزمة بيعتمد على الإدارة فيها أنه قد تكون هناك بعض الإشارات والعلامات المبكرة والإنذار ولكنه بيقوموا بحجبها بيقوم بطمسها ولو أجأ حدا من الأشخاص اللي ممكن ينقل صورة معينة على أنه إحنا مقبلين على أزمة مقبلين على ردات فعل مقبلين على انهيار اقتصادي انهيار مالي انهيار للمؤسسة المسؤولين فيها هدولا ما بيأخذوا الكلام على محمل الجد وما بيأخذوا ببنوش على المعلومة اللي موجودة من أجل الاستعداد إلى واقع محتمل الكرايسز بريبيرد اللي هي المؤسسات أو المنظمات التي لديها الاستعداد بريبيرد يعني تحضير مستعد مستعدة إيش للأزمات هاي طبعا يكون الاسلوب الإداري لدى القيادة والإدارة في المؤسسة أنه يتعامل مع كل شاردة وواردة يتعامل مع المعلومة مع الكلام مع الإشارات والإنذارات ويأخذها على محمل الجد بل إنه ممكن يكافئ من يعني خلينا أقول بدأ بالاهتمام في نقاط معينة قد تكون غايبة عن بال بعض من أفراد المؤسسة نفسها المرحلة الثانية مرحلة الاستعداد والوقاية وهنا بنذكر نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة والأفورتشنتيز اللي هي الفرص والثريتز التهديدات اللي من خارج المؤسسة هاي بتعتمد على التحليل المستفيد لمقومات القوة من أجل البناء عليها داخل المؤسسة ونقاط الضعف ومعالجتها من أجل عدم اللي هو الوصول إلى حالة من الأزمة اللي قد تكون مستقبال هاي بتعتمد طبعا كمان على التنبؤ وقراءة المستقبل إذا كان في تنبؤ في قراءة للمستقبل هانا تعد اللي هي خلط إدارة الأزمة مستقبليا بتنحط أساليب وآليات الوقاية حتى ما يصير في عنا اللي هو الأزمة بيكون تعتمد فيها المؤسسة إذا كان في عنا خطة وقائية مستقبلية لإحتمايات وجود الأزمة بتعتمد على الفحص الروتيني لمقومات المؤسسة سواء موارد مالية، موارد مادية، موارد بشرية فحص يعني بدي أخذ آراء الموظفين بدي أقرأ إيش بيحكوا سواء في وجود الإدارة أو في عدم وجود الإدارة بدي أعمل صيانة أو أعمل فحص روتيني شامل لكل المعدات والأدوات اللي موجودة هنا داخل المؤسسة وصيانتها حتى ما نصل إلى درجة من اللي هو الانتكاس إذن هذه بتعتمد على استعداد وبقاية بناء على قراءة لواقع موجود واستقراء للمستقبل محتمل بتم وضع خطة وآليات وبقاية بناء عليها يتم اللي هو يساعد المؤسسة في تجاوز الأزمة إذا صارت أو منعها بالدرجة الأولى وهو المطلوب المرحلة الثالثة مرحلة احتواء الأضرار والحد منها في حال وجود أو حدوث الأزمة وبطبيعة أنه يعني ما زلنا بنحكي على والثريتس اللي بتعنينا هان أنه فيه ثريتس فيه تهديدات خيرا نقول منافسة من مؤسسات أخرى تمام هاي تعتبر مثلا مؤسسة عميقة اللي الناس اللي ممكن تكون عندها أهداف مغايرة لأهداف المؤسسات اللي هم بيشتغلوا فيها ويظهرون ما لا يبطنون ثوارد أنه تحدث الأزمات بطبيعتها عشان هيك المرحلة هادي في حال حدوث الأزمة مطلوب الحد من الأضرار والخسائر الموجودة بها وهاي بتعتمد على خطة المواجهة تعتمد على خطة المواجهة خطة المواجهة أني أنا بدي أظل محافظ على مشروعي بدي أظل محافظ على مؤسستي وهدف وجود مؤسستي والمشروع ابتبعنا بنعتمد فيه بالدرجة الأولى على تقليل الخسائر حتى ما تؤثر كثيرا على المؤسسة هاي كمان المرحلة بتعتمد على المرحلة السابقة مرحلة الاستعداد والوقاية قلنا بناء على قراءة واقع واستقراء مستقبل بنحط خطة الخطة الوقائية هنا بيجي دورها وإلها أحداث أنه أنا أمنع الخسائر تمام إمكانية عزل مقومات ووقود الأزمة سواء أشخاص أو أنظمة قد تكون مسبب لهذا الأمر مهم جدا في هاي المرحلة أنه المسؤولين العمل الروتيني والعمل اليوم يتجاوزوا بيصير فيه مسؤولية أنه بدنا نعالج هالأزمة اللي احنا موجودين فيها أولى من العمل الروتيني لا يعني تجاهل العمل الروتيني ولكن ممكن يتم فيه تفويض إلى أشخاص آخرين ممكن يأدوه على نحو مناسب وهنا بدنا نتفرق في المسؤولين في إدارة الأزمة والتعاون معها خصوصا أنه احنا بنحكي على مرحلة مواجهة اعتمدت على مرحلة استعداد الوقاية إذا احنا دربنا فريق وصاروا جاهزين للتعامل مع اللي هو الموقف يعني ما بتكون مرحلة ما بتكون آليات عمل اعتباطية بتكون هي بناء على شغل مصبع يعتمد نجاح مرحلة احتواء الأضرار والحد منها على المعلومة بالدرجة الأولى بيعتمد على اسلوب الاحتواء أقدر أنا ألم زي ما بيقول الموضوع ألم مقومات حدوث الأزمة والتعامل معها بيقول إنه الجهد اللي بديه يقدم للتعامل معه في إدارة الأزمة يختلف عن الجهد في الأيام العادية عشان هي قلنا إحنا ترحيل العمل الروتيني إلى آخرين ممكن يقوموا فيه بيكون إحنا جهزناهم مسبقا وتفريغ اللي هم الجهد اللي موجود جهد الفكري والإداري اللي ممكن يقوموا فيه الأشخاص اللي إحنا دربناهم من المؤسس نفسها من أجل مكافحة الأضرار والحد من الخسائر والأضرار كمان بتعتمد على توفير الموارد والإمكانيات والخصائص للتعامل مع الأزمة عشان هيك نحكي على أزمة كورونا في فلسطين في قطاع غزة كنموذج موجود فيه عندنا صار استعداد للمرحلة احتواء الأضرار والحد منها يعني اقتصاديا يعني اجتماعيا من ناحية صحية من ناحية موارد وإمكانيات بدنا نوفرها وأماكن حجر وعزل مستشفيات لتقديم الخدمة الصحية في حال وجود حالات بوزيتف في حال وجود حالات مرضية إيش نحن نحتاجه في حالات وجود إنه دخلت عندنا من خلال اللهم المعابر وبحاجة إلى حجرهم إيش مطلوب إليهم من إمكانيات ومن موارد وما إلى ذلك هذه تعتبر من ضمن اللي هي مرحلة احتواء الأضرار تعتمد على المرحلة السابقة في مرحلة الاستعداد والوقاية المرحلة الرابعة هي مرحلة استعادة النشاط وهاي المرحلة ممكن ندول عنها مرحلة إعادة التوازن النشاط ريكوفري أو مرحلة إعادة التوازن وهاي بدها قدرات سنية قدرات مالية قدرات إدارية تعتمد على خطة سابقة موجودة الخطط خصوصية قصيرة في الأمد وطويلة في الأمد خطط تستثم بالمرونة العالية لأن نحن مش عارفين إيه مستقبلنا بسكل واضح هاي من الشغلات المهم فيها استعادة الكيان المؤسس أو ما يسمى بثقة بالنفس أو استعادة المعنويات التي تأثرت منها المؤسس كمسروع وكيان موجود وكأفراد وعاملين وإدارة هادي مهمة مهمة جدا يعني بمستذكر شركة السلس لما تعرضت لحريق كبير أثر عليها الشكل كبير لذلك في نفس الوقت في ظل السلسل الأزمة كانت تتعمل استعادة لعافية من نشاطها وبدأ ركزت في جانب إعلامي كبير عشان هيك مهم أني ما ركز على استعادة النشاط توازن المؤسسة والتركيز على العمل الجافي في سركي الخارج أو الخارجي وفركي الداخلي اللي هي الدروس المستفادة أو التي تعلمناها من التجربة وإحنا متعودين على مثل اللي بي نقال دائما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب لأنه المجرب صار في عنده خبرة ومرت عليه حالات مرت عليه تجربة معينة وبقول أن الأمم الرشيدة هي التي لا تلقي بتجاربها المريرة والسابقة في سلة النساء بل بتكون لها حافظ من أجل التعلم والاستعداد المستقبلي لإحتمالية وجود الأزمات بنشوف نقف على النقاط الإيجابية اللي إحنا تعاملنا فيها ونجحنا وبنعززها وبنستفيد منها مستقبلاً كان فيه إخفاقات وأمر طبيعي أن يكون كان فيه معوقات كان فيه مشاكل كان فيه سلبيات برضو الوقوف عليها ومعالجتها هانا لا يعني أنه فيه تعلم وفيه استعادة أو إعادة تقييم ونشوف وصلنا إلىه أنه أنا إلقاء اللوم على الآخرين أو تحميل المسؤولية لآخرين أو أدعي بطولات كاذبة أو حتى حقيقية لا هانا لازم يكون فيها مشاركة جماعية من كل أفراد المؤسسة يعني بدي يكون الشكر زي ما هو لمدير المؤسسة والكبير واللي كان هو أحد أعضاء الفريق أو مسؤول فريق إدارة الأزمة كمان هو لأصغر موظف موجود داخل المؤسسة في حال وجود الأزمة هيك يعني أنهينا الخمس نقاط أو خمس مراحل من مراحل إدارة الأزمة من الاكتشاف المبكر والاستعداد ومرحلة الاحتواء واستعادة النشاط وختمناها بمرحلة التعلم نختم الفصل الخامس بمعوقات عمل إدارة الأزمة من أهم معوقات عمل إدارة الأزمة والاستعداد المستقبلي إلها بعض الأفكار التي يعني قد تكون شادة في تفكيرها للتعامل مع الواقع اللي هو طبيعي كل مؤسسة وكل بلد وكل نظام يصير في أزمات فمن المعوقات إدارة الأزمة هي إدارة مستقبلية تتوقع وتضع احتمالات لما قد يحدث وهو قد يكون مرفوض وعامل شؤوم من وجهة نظر بعض المدرات إحنا بنحكي على وضع خطة لإدارة الأزمة المحتملة مستقبلاً هذا يعتبر من وجهة نظر بعض المدرات والمسؤولين أنه تعتبر يعني أنه هذا ما تتشأموش وإحنا الأمور عندنا كويسة وهذا الكلام مش صح وهذا من التطير وليس له علاقة بالإدارة الحقيقية الشغلة الثانية وهذا يعتبر معوق أمام استعداد مستقبلي ووضع خطة لإدارة الأزمة البند الثاني أو المعوق الثاني يعني ممكن الناس تقول أنه إحنا في بداية نشاطنا ولا نتوقع حدوث أزمات بالمعنى اللي بتستدعي منا أنه إحنا نجاهز حالنا كثير بأنه لا هو لو بدأت تحدث على التهديدات كفلسوط أناليسز منقول أنه في عنا جهات أخرى ومنافسة تسعى لإفشالك في مهدك وعشان هيك هو مطلوب التعامل ووضع خطة مستقبلية للتعامل وإدارة الأزمة عشان لو كانت موجودة أو صارت فعليا يتم التعامل معها بشكل صحيح وسليم يكفل حد من الأضرار وتقليل الخسائر قدر المستطاع المعوق الثالث ممكن الناس تقول أنه حجم مؤسستنا كبير لدرجة أنه ممكن ما نتأثرش من الأمثلة اللي بعتبرها مش بسيطة ومش سهلة وكبيرة جدا شركة نوكيا كان العالم كله عبارة عن سوق مفتوح لشركة نوكيا لكن في لحظة ما طلع مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها وقال سطر واحد مش أكثر قال نحن لم نفعل شيء ولكننا بطريقة ما خسرنا وانتهى المؤتمر الصحفي على هيك وكان طبعا دموعه بتنزل وهي شركة كبيرة جدا وإمكانياتها ومقوماتها كبيرة جدا إلا أنها خلاص تعرضت لأزمة ما وانتهى وجودها من السوق بشكل كامل المعوق الرابع ممكن الناس تقول أنه إحنا بنمشي على خطى مؤسسات ناجحة وهنا بنتذكر أنه كثير من المباراتوريات عبر التاريخ كانت يعني إمكانياتها وحكمها لا تغيب عنه الشمس على الأرض وخطص انتهى دورها وراحت عشان هيك هو وارد أنه حتى وإن كنت تمشي على خطى ناجحة بتعتبرها وارد أنه هالنجاح يتأثر بطريقة معينة معوق الخامس قيادات المنشأة من الكفاءات المشهود لها ولا نتوقع وجود أزمات وهي يعني يمكن ذكرين في أول لقاء لما قلنا أنه ممكن تحدث الأزمة بسبب يعني تقديس القدرة لدى المسؤول وهي واقعيا ممكن ما تكونش كافية حتى وإن كان على درجة عالية من الكفاءة عشان هيك وارد أنه تكون حتى سبب وجود الأزمة هو من المسؤول وتقديس المسؤول وتقديس إمكانيات وقدرات المسؤول معوق السادس هناك من سينقذنا عند وقوع الأزمة الناس ممكن تقول هيك أنه احنا مسندين يعني فيه تنظيم سندنا الحكومة ورانا مع أنه ممكن في لحظة معينة وهينا بنشوف أنه أمبراطوريات مش حكوماته بس تحكم العالم قاعدة يعني بتبكي الأمرين وبتعاني من موارد ومن إمكانيات ومن صعوبات بسبب الأزمة كورونا اللي موجودة المعوق السابع الشائعات لن تؤثر على ما كانتنا في السوق وهذا طبعا يعني يعتبر من السداجة ماكنة الإعلام إذا تسلطت على شخص معين أو على مؤسسة أو على نظام ستفسده وستؤثر عليه بشكل كبير جدا اليوم بنسمع ويكيليكس اللي هي تسريبات المواقع بنسمع على فضائيات وبنجيب فيها آراء وبنجيب فيها أفكار وبنجيبها أشخاص وناس مناوئة لأنظمة معينة فوارد إنه تتأثر الشائعة هذه لو انتشرت يعني ممكن تهد دول وهذا يتعارض طبعا في نشر الشائعات مع الدين الإسلامي كفى بالمرء إثمن أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة من المعوقات الناس تقول إنه الأزمة قدر من الله ولا يمكننا رده وهذا طبعا يتعارض مع الفهم الصحيح للدين الإسلامي هذا إلو علاقة بالتواكل وليس إلو علاقة بالتوكل هنا يعني الأخذ بالأسباب يعتبر دين لما نحكي على المنظور الدين الإسلامي الأخذ بالأسباب واجب والأخذ بالأسباب يعتبر من الدين تعطيل الأخذ بالأسباب والتعامل معها يتعارض مع طبيعة اللي هو الفهم الصحيح للدين لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه المعوقات الثمانية قد تجد لدى بعض المؤسسات موجودة هذه الشغلات وهذه الصفات وتعتبر من الشغلات المؤثرة بشكل كبير على المؤسسات أنفسها والأنظمة وممكن تكون سبب من أسباب إفشالها والحط بإمكانياتها ومشروحها وقدراتها وتؤثر عليها بشكل مباشر بهيك بنكون أنهينا الفصل السادس من المساق إدارة الأزمات عفوا الفصل الخامس وسنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بالفصل السادس وهو خطة عملية لإدارة الأزمة بشكل واقع يعني زي أنموذج نتعامل معه في حال وجود الأزمة نعطيكم العافية السلام عليكم